مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي داع المربين راوم عارفين هاد يعني لي فيتين مربين ارانيب راوم عارفين هاد الموضوع يغاد نهضروا عليه هاد النهار ولكن لي ما عارفين شخصهم يعرفوه وهو الإبرة ديال التسموم الدموي الإبرة ديال التسموم الدموي علشانة بالدات اختاريت هاد الوقت باش نهضر عليها لأن هاد الوقت هاد هو وقتها لأن وخا تبغوا تديروها في شهر تسعة ما غاديش كون صالحة وشهر تسعة راه كيبدأ الموت ديال الأرانيب جاء الناس يدارو الأرانيب وولدو لهم ووراهم فرحانين كيقولوا راه الحمد لله يا الحمد لله على اي حال ولكن والموت بيضله ولكن في هاد الفترة هاد ديال شهر اما شهر ثلاثة او شهر ستة او شهر تسعة يا حق لو علي هاد هاد مواقع هادو تلاثة ستة ستعة خاس قبل هنقولو تلاثة خاس شهر respons إذا حضرنا على شهر ثلاثة خسنا نضيره الإبرة في النص قبل النص في شهر جوج إذا كانت شهر ستة خسنا نضيره الإبرة في شهر خمسة في النص دياله نص في شهر يعني شهر خمسة في النص دياله يعني ما يدخلش عليها شهر ستة لأن الإبرة ديال كوني بخافاك يعني أرا كين يعني أسماء أخرى إحنا في المنطقة الشرقية عندنا كوني بخافاك كوني بخافاك الثمن ديالها هو خمسة وثمانين درام كاي اللي كي بيع بكسعين درام ولكن الثمن ديالها خمسة وثمانين درام كاي اللي كي شريها بالديطا يتهيارها صالحة خسرغي تكون في يعني في البرودة يعني كتكون في الباب دية التلاجة يعني ما تشيف تلش وإنما في الباب دية التلاجة كاين هنا يا يعني في المنطقة الشرقية لكي بيع بديطا يشحان أولا يمكنك معي أي ما تشكوش منها الناس خدامة مئة بالمئة واخ gagner يعني كتشري سا أنتي مواحد ممكن أن تسعة درامinde تسعة درام إذا المواقع ديالها هاد كيني بخافاك كيني بخافاك هي المتوفرة أنا مشي كان ديالها الإشهار ولكن هي المتوفرة عنا في هذه المنطقة راني كان هضر عليها إذا كما قلت خاص ضروري ضروري في هذا الوقت حديو من تسمم الدموي سيبدأ في شهر تسعة كما قلت لكم شهر ثلاثة شهر ستة شهر تسعة نحن هذا بارا قرابين ندخلوه في شهر تسعة عليها اختارت أن ندير هاد الحلقة حضروا يعني في جميع البلدان في جميع الدول حضروا من هاد الفترة هذي سيكون تسمم الدموي يعني قاع المربين المحترفين كنذكرهم بهذا المواقع والناس اللي عاد باديين وداروا التربية دي الأرانب وعندهم واحد الخلفات يحاولوا أنهم في هاد الفترة ما يخليوش يكمل خمستاش في هاد الشهر علاش لأن لمشت هذا دخل شهر تسعة ما كتبقاش خدامة لأنها عندها الخمستاشر يوم ما كتكونش صالحة ما كتكونش خدامة من بعد الخمستاشر يوم عاد باش كتبدأ بالنسبة للناس اللي غدي يسولوني على يعني وش نديرو هاد الصغار ولا القبار ولا الصغار بعد شهر ممكن أنكم عفوا بعد شهرين ممكن أن يعني في العمر ديالهم ممكن أن تديرو لهم ربوع الكميات كافية ربوع سنتيم أما بالنسبة العفوا يعني الأرنب البالغ أو الأرنب البالغة تديرو لها سنتيم وفيين كي يتضرب كي يتضرب في هاد المنطقة يعني خلفه الرقابة هاد جيه هنا يعني مر الرقابة هاد جيه ماشي فالفاخين ولكن في هاد الجيه كد تضرب هنا هي السهلة في الخدمة ديالها ممكن أي واحد يضربها غير خاسكم تفكروا هاد توقيت ديالها لأنه هاد تربية ديال يعني بخاس يكون واحد شوية ديال الوعي واحد شوية ديال الدكاء واحد شوية ديال النضباط يعني في المواقيت يعني ممكن أن نكون أنكم تديروها في هاد لقيتها هدي وفي النقطة والتاريخ راها كتصبر حتى العام الآخر يعني اللي يدقها في شهر ثلاثة ممكن أنه يدقها في شهر ثلاثة في السنة المقبلة هنقولوا مثلا الفين وعشرين شهر ثلاثة اللي يدقها صافرها صالحة ما يدقاش في شهر ثلاثة وميدقاش في شهر ثلاثة يدقها شهر ثلاثة في الفين وواحد وعشرين دقييتها في شهر ثلاثة كذلك العام الجاي يعني ممكن أنك تدقها لاش خاسكم واحد واحد دفتار واحد مدكرة وتقيدوا فيها تنوطي فيها هاد الحويج هادو باش العام الآخر ممكن أنكم تعودوا هادو إذا هذا كتذكير أنا بغير مصلحة لأي واحد يعني كي يشوف هاد الفيديو هادا أحاولوا أنكم ما تتهونوش في المرحلة هادي لأنه غدي يبدأ بالحال غدي يبدأ البيع دي الأرانيب غدي يكون واحد الرواج إن شاء الله علاش لأنه غدي يبدأ برجحال غدي يبدأوا يكلهم زيان غدي تكون تسمين مئة بالمئة غدي كان اللي عندهم شي خلفات بحالة تشكل هكا غدي يتسمنوا غدي يحاول أنه يبيعهم ولكن لما كاش دير هاد اللي بردي التسمم الدموي كيني بخافاك هادي خاصة بالتسمم الدموي وكيفاش كي ليسر كي يكون الموت لا قدر الله أنه كي سيد دم الأنف وما كتعرفش شمو السبب ديال الموت دياله كي يطيح بالأرنب يعني وخي يكون يعني فايت عندكم العام مثلا مني كتجي تسمم الدموي كي يطيح وكي سيلو الدم من نيفه الناس اللي غدي يقولوا اللي عندو الأننب فيهم غي شهر واحد تسمم الدموي غالبا ما كيدربش ما كيدربش هادوك الصغار الصغار قاع ما كيدربهمش يعني حاولوا أنكم تديروها الأننب في العمر ديال الشهرين إذن فيديو في حق القراءة عاجل خاصكم أنكم قاعد اللي كيتفرج في هاد الفيديو هادي هدا يدير في بالو باليرها خاص الإبراء ديال كيني بخافاك فالصوط يديرها في هاد الأيام باش ميلقاش يعني ذاك الفرحة ديال الخلفات اللي عندو ما تزولش إن شاء الله تكمل بالربح الجميع المتسبعين ديالي إن شاء الله وجميع الناس اللي كيدروا التربية ديال الأننب راها التربية ديال الأننب لحقيقة راها جيد جيد مربيحة كياللة دايلها حرفة كياللة ديالا هواية ولكن راها جدا مربيحة اللحوم ديالها راها طيبة في الأكل ديالهم وفي ها لوميغا طروا أيه فيها ما تفياش دسم بصاف يمكن ان يأكلوا اللحم بمئة بالمئة صالح حاولوا انكم تفكروا معي كوني بخافاك لا تنسوا الناس بزر جام تحاولوا انكم تكيوه ليه باش ساندوني نزيد القدام وكانت مبعث لكم فيديويات مرحبا بالتعاليق طيبة دياركم تكيوه ليه زر الجرس الناس اللي بزر ما شاركوش معنا والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله